هذا ورأى سياسيون أن تسريبات الصوتية والتي غالبيتها صحيحة تأتي ضمن معركة انتخابية وصراع مبكر بين الكتل السياسية التي تسعى لخوض الانتخابات التشريعية أوخر العام المقبل وبيّنوا أن هذا العام الحالي هو أكثر الأعوام التي اشتعلت فيها حرب التسريبات الصوتية خاصة بعد أن بدأ بفضيحة التنصط التي يديرها مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء محمد الشعع السوداني وشملت التنصط على معظم زعماء ورؤساء الكتل السياسية لسيما داخل قوى الإطار التنسيقي وهو ما أحدث فجوة كبيرة في العلاقة بين السوداني وبعض قيادات الإطار وما زالت قائمة هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بتسريبات صوتية لكبار المسؤولين كان آخرها لكبير مستشاري رئيس الوزراء محمد الشعع السوداني ومنها اعترافات بتلقي رشة وأخرى تخصص صراعات داخلية بين الأحزاب السياسية